هذه قمة الأخوة فيها إيجابيات وفيها مؤشرات وبقع ضوء خاصة ببلداننا العربية وخاصة باتفاق القضية الكبرى هي القضية الفلسطينية بالإضافة لكثير من التأثيرات السلبية التي أتت بسبب الأزمة الأوكرانية وإيجاد الحلول معاليك حقيقة قبل الفاصل كنا نتحدث عن كثير من المشكلات التي تعاني بها بلداننا العربية الطاقة، أزمات اقتصادية، أزمات سلع معينة تدخل إلى بلداننا لكن هناك أيضاً حضرتك ذكارة التغير المناخي بالنسبة لبلداننا هناك أزمة أخرى هي كأنما تكون حرب للمياه بالنسبة للعراق بالنسبة لمصر بالنسبة للأردن كثير من هذه البلدان يجب أن نتخذ خطوات حقيقية وجادة مو فقط يكون هناك خطابات أو كلمات مكتوبة على الورق بإيجاد الحلول لبلداننا حتى نبتعد عن التهديد أو تهديد الآخر أشكرك جداً على إثارة هذا الأمر، ده موضوع مهم جداً ويمكن العالم ما كانش عنده الإحساس بخطرته ولكن موجة الجفاف اللي أصابت أوروبا في الصيف دوت اللي احنا عشنا ده أعتقد أن احنا يجب أن نستغلها كدول عربية مصر والعراق أن هما ينبهوا العالم أن الموضوع مش موضوع حقوق لدول المنبع والبقين مش مشكلة يعني يتصرفوا هما الموضوع يجب أن هو يوضع في إطار قانوني جديد دولي مش بس خاص بمصر أو العراق ولكن موضوعات الأنهار وموضوعات الجفاف اللي بتواجه العالم في الفترة القادمة ديت لازم يكون لها معالجة دولية ويمكن أنا يعني أناشد الدولة المصرية والحكومة المصرية أن احنا في مؤتمر القادم في نوفمبر في شرم الشيخ أن هذا الموضوع لأنه هو مرتبط أيضاً بتغير المناخ يعني صحيح أن أنت عندك مثلاً سيول في السودان دلوقتي جاء رفا والحمد لله يعني مغض النظر عن المأساة اللي بتواجه الشعب السوداني للأسف لكن معناها أن المياه في هذا الفصل هتكون متوفرة يعني تأثيرات البشر ربك سواء الله سبحانه وتعالى بيعطي المياه للبلدان اللي يقطع عنها المياه بسبب تأثيراتك بالزبط ولكن أنا بشوف أن أنت لازم في الفترة القادمة ونستغل لموضوع تغير المناخ وموضوع التواجد كل دول العالم في شرم الشيخ في نومبر القادم أن أنت لازم تصل إلى اتفاق قانوني كبير واسع طيب مش بس مجرد أنه فيه قانون دولي طبعاً بيحكم العنوار حانك عارف الكلام دوت وبيحكم عملية العلاقة ما بين الدول المحيطة بالنهر أو الحوض النهر إزاي بتنظم العلاقات بينهم ولكن في النهاية إحنا دلوقتي فيه ظرف جديد تغير المناخ وأيضاً استغلال البعض الموضوع بس مش تغير المناخ ده فيه استغلال كمان سياسي يعني ما تقوليش أن الأوضاع في العراف ضغط سياسي عن طالب المياه بالضبط فإحنا لازم الموضوع دوت وده أبسط بقى حقوق الإنسان إذا كنا نتكلم عن حزمة كاملة من الاهتمامات القادمة في العالم الجديد اللي احنا ندخلين عليه لأن بعد أوكرانيا فيه عالم جديد هيزهر فبعد كده إذن ده من أحد الاهتمامات الأساسية فكرة أمن المياه وده لازم يكون هو أحد الملفات اللي الجميع بيتحدث فيها وأعتقد أن فخامة الرئيس السيسي تحدث عن هذا الموضوع عدة مرات في المحافلة الدولية وإقليمية فأعتقد أن احنا لازم كلنا مصر والعراق والدول أخرى سوريا بده بتعاني من نفس الشيء وفلسطين نعم وفلسطين ده أول مشكلة مياه بدأت في الأردن في الأردن فاكر أنت كنت لازمت أولادت جميعا ده أولادت ده أولادت ده أولادت